موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو لدينا شرح وحل صفحة أربعة وتسعين من كتاب الطالب يعني هدايا لعيد الأم دانيا ويسام وامار ذهبوا للتسوق مع والديهم for presents يعني جلب الهدايا هذه هي الهدايا التي اشتروها woolen معناها صوفي wooden معناها الخشبي metal معدني leather معناها جلدي number one mom i bought you a red leather bag i bought you a red leather bag أنا اشتريت لك but هنا بالفعل الماضي المضارع يكون buy والماضي هو but يعني معناها اشتريت i bought you انا اشتريت لك a red leather bag حقيبة جلدية حمراء كما في الصورة i hope you like it انا اعمل يعني ان تحبيها دانيا picture number two mom i bought you a wooden picture frame انا اشتريت لك اطار صورة خشبي i hope you like it انا اعمل ان تحبيه وي ساعد granny nadia we all bought you a woolen scarf نحن جميعنا اشترينا لك وشاح صوفي we hope you like the color نحن نأمل ان تحبين اللون mom grandma grandma huda يعني الجدة huda we all bought you a watch نحن جميعنا اشترينا لك ساعة it's made from metal انها مصنوعة من المعدن but it's not really ولكن انها ليست حقيقة made from gold مصنوعة من الذهب dad والآن لدينا الصفحة الأخرى اليوني 7 lesson 3 page 95 الصفحة 95 of the pupils book من كتاب الطالب read the words يعني اقرأ الكلمات listen and take يعني استمع وضع علامة صحة and take the words you hear وضع علامة صحة الكلمات التي يعني تسمعها بعد ان استمعنا الى الكاسية ووضعنا علامة صحة الكلمات التي استمعنا لديها flowers معناها الورود flowers green green معناها اخضر balloons يعني البالونات smiles معناها يعني الابتسامات الابتسامات smiles oranj معناها البرتقال happy birthday يعني عيد مولد سعيد عيد ميلاد سعيد وhats يعني القبعات red red معناها الاحمر birds معناها الطيور والدينا بالفعالية الاسفل listen and take which paper they choose يعني استمعوا يعني ضع صح على اي ورقهم اختاروا بعد ان استمعنا الى الكاسية let's rob mom's bag first يعني دعنا نلف حقيبة الام او الوالدة والدتنا اولا هي كانت الهدية هدية الام هي bag her bag حقيبتها ok which paper should we use حسنا اي ورق سوف نستخدم i like the paper with بعد ان استمعنا الى الكاسية اختاروا the paper with the pretty flowers يعني الورق اللي كان عليه مرسوم الورود الجميلة is for mom's bag وهذا كان الى هدية الام حقيبة الام وكان the paper with all presents يعني الورق اللي مرسوم عليه الهداية مع كل الهداية is her is for her picture frame الى اطار يعني الصورة الى اطار الصورة the paper with the big pancake يعني الورق يعني مرسوم عليه الكيك الوردي الكبير and small strawberries وستروة الفراولة الصغيرة is for granny nadia scarf الى يعني هدية الجدة nadia هي الوشاح الى وشاح يعني الجدة nadia the paper with the pink blue and paper balloons يعني الورق اللي مرسوم عليه البالونات البنفسجية والزرقاء والوردي is for granny hudas watch الى يعني ساعة الجدة وهنا لدينا listen again يعني استمع مرة اخرى write the words the children use to talk about the paper اكتب الكلمات التي الاولاد استخدموها لكي يتحدثون عن الورق فهنا الاولاد استخدمو paper one يعني الورق الاول pretty flowers الورود الجميلة كانت للحقيبة bag و paper two big presents and small presents يعني الهداء الكبير والصغيرة كانت لpicture frame الى اطار الصورة والpaper three الورق الثالث كان big pink cakes الكيك الكبير الوردي small strawberries واللي بيعني فراولة صغيرة كان لهديت السكاف يعني الوشاح و pink blue و paper four يعني الورق الرابع pink blue purple balloons يعني البالونات البنفسجية والزرقاء والوردية كانت للوش الساعة write about the piece of paper يعني اكتب حول قطعة من الورق you like best انت تحبها اكثر فهنا كتبنا اي واحدة من هذه الكلمات يستطيع الطالب ان يكتبها I like the paper with pretty flowers انا يعني احب الورق بالورود الجميلة والآن لدينا شرح وحال unit 7 lesson 3 page 92 صفحة 92 of the activity book من كتاب النشاط listen and read يعني استمع واقرأ my cousin is 15 يعني ابن عمي او ابن خالي هو 15 عاما and he lives in basra وهو يعيش في البصرة I don't see him very often I don't see him very often انا لا اراه يعني كثيرا but we often talk on the phone ولكن نحن غالبا يعني اتحدث على الموبايل and we email ونترسل and send messages every week ونرسل رسائل كل اسبور he's a good friend انه يعني صديق جيد next week next week الاسبوع الاسبوع القادم we are going to see him انا سوف نراه and my aunt and uncle وعمتي وعمي او خالتي وخالي because it's his bad day لانه هو يعني يوم مولده I bought him انا اشتريت له a new computer game لعبة computer جديدة to play on his laptop لكي يلعب عليها على كمبيوتره المحمول الصغير he likes games هو يحب الألعاب about space حول الفضاء and games وألعاب where you can build things يعني أو ألعاب يعني تستطيع بها يعني تستطيع فيها أن تبني الأشياء my parents يعني والدية bought him bought him يعني اشتروا له some brown leather boots يعني بعض البوتات راحذية ذو رقبة الجلدية البنية and a green and blue cotton t-shirt و t-shirt يعني قطني أزرق وأخضر I rub them I rub them up يعني أنا لفيت الهداية in blue paper with red dots بالوراق يعني الأزرق مع النقاط باللون الأحمر activity B my little sister is five years old يعني أختي الصغيرة هي خمسة سنوات she hasn't been very well this month لم تكن بحالة جيدة ذلك الشهر she had a bad cuff she had a bad cuff and cold كان لديها سؤال سيء و زكام then she got بعد ذلك she got a rush يعني أصبح لديها يعني طفح جلدي and had a temperature too وأيضا يعني لديها كان درجة الحرارة مرتفعة she was she was in bed إنها كانت يعني في السرير for four days لأربعة أيام and had to take some medicines ويعني كانت تأخذ الأدوية medicines معنى الأدوية our mom made her some يعني أمي صنعت لها some chicken soup يعني حساء الدجاج and she had fruit juice to drink وأيضا يعني عصير الفواكه اللي تشربه that bought her a pretty new dress يعني أبي اشترى لها a pretty new dress يعني فستان dress معنى فستان وجديد new وpretty جميل I think أنا أعتقد it's made from cotton أنا أعتقد هو مصنوع من القطن it's blue and white with pink flowers يعني إنه كان أبيض وأزرق مع ورود وردية she's feeling better now إنها تشعر بتحسن الآن I bought her a teddy bear يعني أنا اشتريت لها دمية دوب as a get well present كهدية لتحسنها she loves teddy bears إنها يعني تحب الدوببة يعني دمية الدوببة and has two old ones and has two old ones وتملك اثنين قديمات the bear is very is very pretty يعني الدوب جدن جميل it's soft and woolen إنه يعني ناعم وصوفي it's light brown إنه يعني بني فاتح with a dark brown nose مع أنف يعني بني غامق and little black eyes وعيون سوداء صغيرة I rubbed it in pink paper أنا لفيته يعني بورق الورق الوردي with little rabbits with little rabbits مع الأرانب الصغيرة والآن لدينا الصفحة الأخرى ليون 7 lesson 3 page 93 صفحة 93 of the activity book من كتاب النشعب activity beam read the descriptions يعني اقرأ الوصف and او الأوصاف and write the underlined words وأكتب الكلمات اللي كانت تحت الخط in the columns في العامود كانت في القطعة كلمات تحت الخط فكتبناها presents كانت هي الهدايا boots يعني الحذاذ الرقبة t-shirt و dress الفستان و teddy bear teddy bear يعني الدب الدمية وكان لون color كان معناها اللون material المادة من أي شيء مصنوع و wrapping paper wrapping paper يعني ورق الهدية فتكون boots يكون كلمات brown كان brown bunny والمaterial كان boots من leather الجلد و wrapping paper الورق الذي لفتي الهدية blue paper with red dots blue paper with red dots كان الورق أزرق مع نقاط حمرة number two t-shirt كان green and blue أخضر وأزرق وكان material مادة كتن من القطن والورق البيب كان blue paper with red dots كان ورق أزرق مع نقاط حمرة number three dress الفستان كان blue and white أزرق وأبيض with pink flowers مع ورود وردية والمaterial كان cotton القطن و number four t-d-bird يعني الدومية الدوب كان color light brown كان البني الفاتح with dark brown nose with dark brown nose مع أنف بني غامق and black وأسود وكان المادة المaterial woolen يعني صوفي والpaper كان pink paper ورق وردي with little rabbit مع الأرانب الصغيرة وإلى لدينا activity c read about the present يعني أقرأ حول الهدية دانيا is going to buy for أمار التي يعني دانيا سوف تشتريها إلى أمار هذا هو الإنشاء الداخل في الوزاري ومهم جدا I'm going to buy my little brother a get well present أنا سوف اشتري إلى أخي الصغير a get well present هدية لتحسنه لتحسنه because he had a bad cough and cold لأنه كانت لديه سعال سيء وزكام I'm going to buy him a toy car أنا سوف اشتري له لعبة السيارة he loves cars هو يحب السيارات and trucks والشاحنات he wants a big red car هو يريد سيارة حمراء كبيرة with big black wheels مع عجلات سوداء كبيرة he likes fast cars هو يحب السيارات السريعة I'm going to rub it in blue and red paper أنا سوف ألف الهدية بالورق الأحمر والأزرق فأكتبتي في الأسفل write about a present أكتب حول هدية you are going to buy أنت سوف تشتريها فهنا يكتب الطالب الإنشاء عن هدية سوف يشتريها I'm going to buy my big sister a watch أنا سوف أشتري إلى أختي الكبيرة a watch for her birthday يعني عيد ميلادها she wants a silver watch أنها تريس ساعة فضية I'm going to rub it أنا سوف ألف ها in silver paper في الورق الفضية I'm I'm wonderful I'm good I'm great I'm wonderful I'm wonderful hello 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 how are you hello اشتركوا في القناة